موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من مدينة حلب في هذه الحلقة سوف نتكلم عن محورين هامين ورئيسيين يخصان الفصائل العسكرية الثورية في مدينة حلب وفي سوريا بالعموم المحور الأول هو الفصائل العسكرية الثورية وإمكانية إيجاد مؤسسة عسكرية واحدة جامعة لكل هذه الفصائل ومن هنا من داخل الاستوديو أستقبل ضيوفي الكرام الأخ سهيب القائد عسكري في جيش الإسلام أهلا وسهلا بك والأخ أبو الحسنين علاء سقار قائد عسكري في تجمع فاستقيم كما أمرت أهلا وسهلا الأخ أبو عمر حبه إبراهيم حبه ناشط ثوري في مدينة حلب والأخ أبو عبد الطبية ناشط أيضا ثوري في مدينة حلب أهلا وسهلا بكم جميعا أخي سهيب متى سوف نبني جسور هذه العلاقات جسور استقالية تقدم الفصائل اليوم التدخر الروسي زاد من وطيرة العمال العسكرية سلبا علينا وإيجابا لصالح النظام تقدم تقدمات كبيرة في حلب في الريف الجنوبي أنا اليوم بسكر لك التقدم روسيا ما بعتبر زادت سلبا علينا بالعكس هي عطتنا دفعة إيجابية اليوم كشخص في حلبة في حلبة مصارعة فوقف رجل مصارع هو البطل في العالم وقف يعني صار يذكر مين بيصارعني فما حدا حسن يتجرى فراح لعنده شخص ممكن ما حدا يقدر له أنه هاد رح يواجه بطل العالم فبلش يتصارع وساعة ساعتين ثلاثة وخمسة وما حدا سقط بالأخير فأنت اليوم بتقول معناته هذا الشخص حسن يغلب بطل العالم وبطل العالم حسن يغلب هذا الشخص لا أنا اليوم بعتبر هذا الشخص هو اللي انتصر اليوم وقف على الحلبة وواجه بطل العالم في النزاع فهو انتصر لا انهزم ولا انتصر ولكن فقط صموده لهالفترة هاي يعتبر نصر فنحن الفترة اللي دخل فيها التدخل الروسي وصمودنا ونحن اللي وقفنا بواجهه يعتبر نصر لأنه ما أدى إلينا حالة سلبية لا بالعكس في عدة اندماجات حصلت بعد التدخل الروسي في عدة أمور عمال عسكرية بدأت بعد التدخل الروسي أنا بعتبرها إيجابية كانت تدخل نعم لكن الهدف الرئيسي أعتقد للفصائل العسكرية الثورية ليس هو الصمود هي جيوش تحرير هي هدفات هي كان الهدف الرئيس من إنشاء ومن تكوينها ومن عمل على الأرض هو تحرير هذه الأرض أنا لا أكتفي فقط بالصمود أمام عدوي صحيح نحن اليوم ما بيكفينا نشتغل مبدأ العصابات المسلحة اللي تقتحم وترجع وتعيد الكرة وهالأمر هذا نحن اليوم جيش يجب أن يواجه جيش ما نحن نعتمد لا نحن فصائل متعددة كتائب متشتتة القوة والعتاد والسلاح والعدد لا نحن لازم نصنع جيش هو اللي يوقف أمام هذا الجيش ما ممكن أنت اليوم توقف أمام الجيش بمجرد عصابات التجارب الثورية في العالم والتجارب اللي قامت فيها الثورات المسلحة قامت أنه لا اليوم ما بيكفي عدة فصائل تقاتل الطاغية تقاتل هذا النظام يجب أن يكون وضع هيكلية موحدة كمجلس عسكري كقيادة موحدة كأي هيئة أركان موحدة هم تواجه هذا الشر هل هناك خطوات حاليا في في خطوات إن شاء الله إن شاء الله في الأمر نحن اليوم نعتمد العمل العسكري اللي بولد جسور السقة جسور السقة لما تصير بين هالفصائل إن شاء الله رح بالأخير الحظ الأنا والحظ النفس رح ينتزع إن شاء الله إن شاء الله في مبادرات كثيرة لا أسمعت بأكتر مبادرات لأ التوحد ولكن نحن كمان نأتي موفورا نيئاس ونقول لا ما بيتوحدوا ما فرؤون لأ فورا من لا يتوحدوا ما في هذا الحكي هذا الكلام ما بجوز نعم أخي أبو الحسنين تفضل بتاقيب بصور أولا أنا لم أقل بأن السبب الرئيسي أو السبب الوحيد هو الدائم أنا قلت من أحد الأسباب نعم من أحد الأسباب المؤثرة ليس على جميع الفصائل العسكرية الموجودة حاليا بل هو من أحد الأسباب المؤثرة على بعض الفصائل تمام في الثورة دليل تطرق له أخونا وهو خليني أخذ مثال أنا تاني جيش الفتح نعم لما تشكل جيش الفتح بقيادة واحدة تم تحرير إدلب تم تحرير أعتى الترسانات العسكرية الموجودة للعصابة الأسدية وتم سحقا ودحرا هذا الكلام موثق وميداني على الأرض أتفق مع أخي نعم نحن حققنا الكثير من الانتصارات ومن أهم الانتصارات التي حققناها الوقوف والصمود في وجه السلاح الروسي السلاح الروسي والوجود الروسي في سوريا كان معول عليه لدى كل دول العالم أن يقضي على الثورة لكن وجود الثورة بهذا الشكل وبهذه الروح اللامتناهية والمثابرة على بقاءة أثبتت أن الثورة مستمرة ومنتصرة يعني هي بقاءة بهذا الشكل نعم هو انتصار كما شبهه أخونا الذي لا يلعب في حلبة المصارعة مع بطل العالم في المصارعة نعم هي قوة عظمة قاتلت من ثلل من الشباب المجاهدين المقاتلين الثوار الأحرار على الأرض واستطاعوا الصمود وحققوا فيها أكبر الخسائر بصفوف المعتدين من الإيرانيين من الشيعة بكافة صنوف وكافة فئات ومجموعات وأيضا في الروس نفسه نعم وانسحابه من سوريا لا أقول هو دليل وإنما أقول هو جر ذيول الخيبة والخسران من الداخل السوري نتيجة عدم تحقيق ما يصبون إليه وما يرمون إليه للثورة السورية بارك الله فيك نعم أخي أبو الحسنين الجبهة الشامية جسم في الشمال السوري عويل عليه كثيرا يعني لحظة على الانطلاق كانت أذكر يعني كانت فرحة عمت بصراحة عمت الشوارع عمت البيوت أنه أصبح هناك جسم ثوري لا أقصد جبهة الشامية بشكل الحالي أقصد جبهة الشامية عندما احتوت جميع الفصائل العسكرية أو غالبة غالب الفصائل العسكرية في الشمال السوري وخاصة في مدينة حلب هنا ما هي أسباب تلاشي هذا الجسم وزواله للأسف؟ كان جسم جامع نعم الجبهة الشامية تشكلت بطريقة غير منظمة بمطلب شعبي ومطلب عسكري يعني نعم يعني ما نوجد بطريقة مدروسة أو بطريقة كان مجهز لأنه هالفصائل أو هي تقريبا شمعت أغلب فصائل حلب وقسم من إدلب ما كان فيه شيء مهيئ لهم كان بناء يعني بناء عاطفي ردت فعل نعم يعني تشكلت مطالب شعبية حالة رديئة في البلد فتشكلت الجبهة الشامية وضمت أغلب الفصائل دون تنسيق مسبق دون دراسة حقيقية لهذا المشروع فما حسن يستمر أنا بستعقيب على أنه ممكن طبعا شرح أخوي أبو عبدو أنه الداعم أو الخارجي أسرع التوحد أنا بقول ما له تأثير أبلا إذن التوحد يا أخي أوشي التوحد كفصائل تندمج ببعضها أنا ما بعتبره هذا مطلب أساسي يعني نحن بالأسيس لا ما رح نخرج من واقعنا أنه نحن ثورة والثورة هي عبارة عن يعني البركان لما بيسور أو بيبينفجر هو عبارة عن تشظي فنحن خرجنا على النظام بثورة بدون تنسيق حالة اختناق حالة ظلم كبيرة صارت في البلد تولد عنه انفجار هالشباب هاي اللي ما تحملت هالظلم اللي جرى عليهم والشيء الصير عائب فصارت هاي الثورة ثورة صعب أنك في الوقت الحالي أنه تندمج ولكن أنه يصير توحد في عمل عسكري هذا الشيء تنسيق عسكري ممكن هذا يحصل ما هو في الحجم المطلوب ما هو في الشيء اللي تطلب الساحة يعني التنسيق يكفي أنت تقصد أن التنسيق يكفي بمستوى أكبر يعني زجينا هلق نحكي عن توحد أول شيء له معوقات كثيرة صعب أنه نستغني عنا يعني كل فصيل له حالته الإدارية حال له كينونته له شيء ما ممكن ينطبق على فصيل تاني إذن هذه الفصائل سوف تبقى حتى بعد تحرير البلد سوف يبقى الفصيل فلاني أو الفصيل أخي أخي أقول لك في الوقت الحالي في هالمرحلة حاليا صعب تمام يعني هلق نجي نحن ليش لم بعد عندك أول معوق للتواحد أول اللي معرق للتواحد هلق ليش أنا أقول لك مو ممكن هي قاطة الفصائل أنا تجي على أي فصيل وأنا أتحداهم جميعا أي فصيل جاهزي قل لك طبعا تعدي عليهم كلهم جاهزين للتواحد يعني إحنا قبل قبل الثورة نسمع شعارات الأمة العربية كل زعيم بلد يقول لك أنا مع الوحدة وأنا كنت أبرك أنا وظير أقول إذا كلهم يحكوا هيك لماذا لا يتوحدوا وهلنا نحن القاتل الفصائل كلهم عنا هي كلهم يقول لك أنا مع التواحد لكن تجي عليه كل واحد إذا ما عرف وإذا ما حصل حقه أنا من هذا التواحد ما أنا أريد أن أخذ ما يقوم بهذا التواحد وأنا أحكي يعني أنا جاهز أبرك مع أي واحد إذا هالفصيل لا أعرف ما كاسب فصيله ما كسبه هو شخص من هذا التواحد هو مع يعني المشكلة إذا نقوم بتواحد لما أصلحة هذا البلد ما أحد يحسبه أنا لما أصلحة بهذا التواحد أين هذا أكون إذا المشكلة في الأشخاص المشكلة في رؤوس الهرام في الفصائل تقريبا هي يعني 90% من المشكلة في هؤلاء الأشخاص طيب هؤلاء الأشخاص أليسوا هم خرجوا من رحمة ثورة أليسوا هم أشخاص ثوريين لماذا وصل بنا الحال أخي عبقلك يعني التوحد أنا برأيي نبتعد عنه شوي خلينا نحن في التنسيق العسكري خلينا في عنا نظام مجرم خلينا نحن نشتغل عليه نبتعد عنه ليس لأن لسنا بحاجته لأنه صعب لأنه صعب حاليا نعم لكن نحن نحتاج أسلق لك شغلة الشامية لما الشامية وقبلها صار كذا اندماج بين فصائل ندخل أربع أو خمس فصائل نطلع عشرين يعني من الشامية دخلنا لا أذكر سبعة أو ثمانية الفصائل نفسها تفككت في الشامية وطلعت ما هو السبب؟ أقول لك ما في انسجام بين الفصائل كل الفصيل له طبيعته كل الفصيل له هيكلته الداخلية صعب تندمج مع الفصيل الثاني إذا ما كان مدروس يعني أنت إذا كنت تحكي بتوحد بدأ تكون في لجنة أو من أهل الحل والعقد من أهل الناس اللي فعلا هن خايفين عن مصلحة البلد وبهمون هالبلد يبركوا يجهزوا لاندماج أو لانصهار هالفصائل في بعضها وبعدها يشتغلوا عليه يعني أنك تجي تجيب هالفصائل هاي كلها تدمج هل من المعقول بعد أربع سنوات من الثورة المسلحة في سوريا لم يوجد لم توجد هذه اللجنة أو هؤلاء الأشخاص الحكماء من أهل الحل والعقد لا من وجد لو من وجد عبقلك لو من وجد كان شفت الاندماج حصب المشكلة فقط يعني هي بأشخاص ينظرون لتوحد ويعملون عليه ويضعون مخططات له هذا واقع نعم سيد أبو عمر أنت كمراقب خارجي يعني أنت لست مسلح لكن تعمل بالثورة في عدة مجالات توحد صعب كما نرى الآن صعب إيجاد مكتب ارتباط سياسي أضع في الإيمان ونحن الآن نخوض معارك سياسية إن كان في جنيف أو في غيره إيجاد مكتب ارتباط سياسي إيجاد صيغة من التنسيق العالية بين الفصائل هل هذا الأمر ممكن في هذه اللحظة؟ طبعا ممكن بس أرجع شوي لورا مش هم موضوع موضوع اللجنة اللي حكي عليها أبو الحسنين طبعا وجدت أكثر من اللجنة ونحن كنا بأحد اللجن نعم تسكنوا ممكن ثلاثنا كنا موجودين واشتغلنا بهذا الموضوع بس أجا موضوع لي في الشمالي بتتذكروا نعم شوي هذا هلله هي ممكن التوحد يعني بس مكما أبو الحسنين بدو شغل بدو تقرب الرؤى الفصائل على على بعضه يعني مت ما تفضل فيه فعلا يعني سهيب حكي وقبل حسين حكي انه في موضوع الفكر فعلا يعني هذا موجود يعني انه حسينا فيه طبعا من دول على الفصائل كلها بحكم انه نحن يعني بيكين في البلد وبيحكم انه صحاب فعاليات ثورية يعني فمن دول عليه فعلا في شرخ فكري وهذا كتير مفروض يتقرب يتقرب ممكن اذا يتقرب هذا الشرخ ممكن انه يصير توحد طبعا موضوع المكتب السياسي يعني انا بجد نظر كتير ضروري كتير ضروري ينشغل عليه ويصير مكتب سياسي للفصائل لان لليوم لليوم ما في كلمة مكتب سياسي وجهات قضائية كل فصيل له جهة قضائية ومكتب أمني شيخي المشكلة المشكلة اذا بنا نحكي داخليا عبتنعكس هالشيه هذا خارجيا كمان يعني تقصيرنا هون ضمن البلد عدم وحدتنا هون عدم وحدة الرؤى هون مثل الله انا مصر على هاي انه نحن لليوم لسه ما عنا هدف طبعا مو انا ما عب بحكي على هدف سقاط نظام طبعا سقاط نظام اي واحد صار عنده هدف سقاط نظام بس اما هدف انه فعلا نحن نبني دولة يعني نحن اليوم مفروض نكون بعد 4 سنة 50 من وجه نظري جاوزنا موضوع سقاط النظام لانه فعلا نحن عنا اسم مناطق محررة ونحن ما عنا نظام فلازم يكون جاوزنا هاي هاي المرحلة اسقاط نظام مفروض الله كون نحن نبني مؤسسات نبني مؤسسات مؤسسات عسكرية طبعا نحن نقول له لازم تجي لهون صافي ماطق محررة موضوع العسكرة كمان مفروض يجي لهون هلا ما بيجي للداخل ما بيحسب يبني ولا لهم اصداقية يعني هلا كل ياتنا ما معروف في هاي يعني واحد بيرك بتركيا أو بيرك في ألمانيا أول من كان بيرك بدي يجي يقول أنا بدا ساويك في حلب طب هو ما بيعرف شي على الأرض شلون بدي يعني هذا أمر بدي يجي لهون لحلب وشوف الواقع وشوف الناس وبينها أنا علي يبني أما بيرك هون يجي ما بيحسب ببني فالدي يبني يبني هون اللي بيكين في البلد تمام عدم الهدف يعني احنا بدنا هدف بدنا مشروع يعني في موضوع داعش موضوع الكراد كل ياتنا بنعرف بالألفين تلطنعش كانوا بيدنا وكانوا كتير سهلين صاروا اليوم رقمين صعبين بالثورة السورية نعم فهذا كان هذا كان عدم رؤية عدم رؤية لبكرة للمستقبل السورة يعني طبعا أنا عباحكي بالثورة بشكل عام أنا ما عباحكي على العسكرية بس كل أخطأ كل بدون بدون استثناء اللي بره واللي جوه واللي ويمتريد كله أخطأ ما كان في مشروع ما كان في مشروع للثورة ولليوم ما في مشروع للثورة لليوم ما في هدف للثورة واضح شفاف نحن بحاجة لمشروع واضح شفاف يمشي في البلد والناس تمشي وراء غير هيق ما في مخرج ما في مخلص يعني بدنا بدنا كتير أمور في الداخل والمؤسسة العسكرية هي أولى هذه يعني والهدف الجلي الذي يجب أن يترسخ لكي يحقق الهدف الأكبر وهو أصبحت الأكبر يعني هلأ المؤسسة العسكرية الموجودة أو الفصائل العسكرية الموجودين هنا بد يكون الزراع التنفيذي لا يعمل مدني يعني هلأ زكاة ردنا قوية محاكم مثلا أو محكمة طب الزراع التنفيذي لأه منه العسكري يعني أنا ما عندي ما عندي قدرة هم أصحاب الشوكي هنأ وأصحاب الشوكي يعني قولا واحدا صحيح الحكيات فهنن بدي يكونوا الحجر الأساس في هذا المشروع العسكري لأنه يكون حجر الأساس وبعدها تبني عليها بقية الهيئات والمنظمات وهذه الأمور نعم أخي سهيب أنت قلت أن هناك خطوات الآن نحو التوحد يعني إذا أراد إذا أرادت الفصائل الآن أن تتوحد ما هي أول خطوة يجب أن تفعلها سمعي الأول خطوة التوحد مثل ما ذكرنا وحكينا يعني حكينا فيه كثير التوحد للخطوات الفعلية لقيامه العمل المشترك العمل العسكري المشترك هو اللي بيؤدي لأول ثورة من سيمار نحنا نبلش بلنا نتوحد ذكر أخونا عمي أبو عبدو ذكر تجربة جيش الفتح اللي حصلت في إدلب كانت أول ما تشكل تشكل بعمل عسكري ضخم هو تحرير إدلب فأنجز توحد بالمسمى نفس الأمر اليوم بالتجارب اللي حصلت في الجنوب السوري حصلت أنه اليوم التجربة في درعة تجربة في الغوطة عمل عسكري ضخم أدى إلى سيمار التوحد الشمال السوري يفتقد اليوم العمل العسكري الضخم على كافة الأصعدة من المواجهات إلى داعش لمليشيات البككي لقوات النظام العمل العسكري الضخم اللي نحنا اللي بدنا نبلش فيه هو اللي رح يأثر على مجريات الأرض هي التوحد فالتوحده اليوم إن شاء الله لما عم نحكي نحنا عن المبادرة للتوحد هناك أعمال كثيرة عسكرية تشاركت فيها جميع الفصائل كأعمال ضخمة اليوم كأعمال ضخمة الريف الجنوبي من عشرة أيام أو خمسة عشر يوم الريف الجنوبي هو أكبر أكبر مثال المطلع على الريف الجنوبي تفكر أن الفصائل توحدت خلص نعم الزخ الإعلامي اللي صار للتدخل الروسي والميليشيات الشهد الهمم اللي حصلت في الريف الجنوبي الكل تكاتف خلص صار توحد منزع هذا الأمر لأن ليش صار فيه عمل صار فيه أمر عملي ما صار فيه أمر لا نحن ذكرناه فقط صار فيه أمر عملي الكل وقف وقفة رجل واحد وواجهوا التدخل فاليوم العمل العسكري الضخم نحن عم نذكر إن شاء الله قريبا سيكون فيه أعمال عسكرية إن شاء الله ستفاجئ الجميع ويؤدي من بعده إن شاء الله هذا اللي نرجو من الله عز وجل أن يكون فيه توحد فبداية عمل عسكري موحد أعرف مين أنت تعرفني مين أنا نعرف بعضنا نحن أكتر نخبر بعضنا جيدا أنا أخي معك هيك فأنت اليوم لما يواجه عمل عسكري واحد نرجع لأيام أول ما قمنا فيه هو إسقاط النظام الهدفنا الواحد الموجود فاليوم لا شو اللي بفرق بيني وبينك أنت عندك مشروع أنا عندي مشروع أحيانا نختلف أحيانا نختلف اليوم ذكروا بعض الأخوة أقول لا ما فيه مشروع اليوم في الساحة السورية فيه مشاريع تقول لا يوجد مشروع واحد تمام مشروع واحد عدد أشخاص يؤمن بمشروعه طيب إذا أنت عدلت على المشروع اللي عندك وعندلت على المشروع اللي عندي وكل أخوة عدل المشاريع اللي عندهم وحدنا مشروعنا فنحن إن شاء الله ننجز المشاريع اللي برضى عنا ديننا برضى عنا شعبنا وبرضى عنا الهدف الفكري اللي نحن لأجله بدأنا فيه فالتوحد مثل ما ذكرت لك العمل العسكري بيولد من بعده توحد دسور ثقة أعمال تاني إن شاء الله أخي أبو الحسن الختم معك يقول قائل لا يمكن أن يكون هناك توحد أبدا في الفصائل العسكرية لعدة أسباب أولا الداعم ثانيا حظوظ النفس ثالثا مشاريع مختلفة ويقولون أيضا لابد من أن يكون هناك قوة واحدة بصراحة قوة واحدة تغلب الجميع وتضم الجميع تحت جناحها يعني هاي ذكرنا بنور الدين زنكي نعم وشي اللي سوا بسوريا وفي العرب فصيل نور الدين زنكي نعم 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 الطائد العظيم نور الدين زنكي نعم شيخي ممكن بس أنا عم نحكي نحن لو اطلقنا لموضوع جيش الفتح جيش الفتح تشكل وصار توحد بين هالقوة وتنسيق العسكري لتحرير إدلب والأمامة حولها بس الفصائل اللي في جيش الفتح ما ندمجت ببعضها كان تنسيق عسكري لعمل ضخم وكان عليه بنود وشروط اتفقوا عليها الجميع وكان العمل ناجح فهذا نحن اللي بيحاجه يعني تحرير إدلب كان متوقع لو شهر أو شهرين محطوط له ضمن الخطة انه هالفصائل هالأشخاص هذول الموجودين ما يغادروا المنطقة لا تنتهي مهمتهم فهذا نحن اللي بحاجته يعني نحن في حلف طبعا نحن عندنا طبيعة الأرض هون والتوزع نظام داعش أكراد بي كي كي موجودين في نفس المنطقة نحن فيها تختلف عن درعة والغوطة وإدلب اللي صلى فترة منيحة ما شهدت معارك قوية عندنا هون نحن تختلف فان نرجع موضوع انه التوحد ضرورة اللي ماهو ضرورة يا أخي أنا شايفه في الوقت الحالي التوحد كفصال تندمج بعضها ماهو من المتطلبات في حلب أو في خلينا نحن نحكي تقول صعب لكنهو ضرورة ملحة لكنهو صعب هكذا فهمت منك سابقا شوف أخوي التوحد هو أمر رباني رب العالمين أمر وعتصمه بحبل الله جميعا نعم وهذا أمر تمام ولكن نحن حاليا شايفينه من الصعب أو منا جاهزين إلو فصالنا موجهزين ونحن بداخلتنا منا جاهزين لهيك تواحد خلاص أنا بحطه أعطرف بشيء تاني بديل له أنا نحن كسوار نحن بالأساس واحد سوريين عرب موجودين فيها بقعة هالأرض فنحن متحدين أنا هدفي إسقاط النظام ما يجمعون أكثر مما يفضل بالضبط أنا أشبه مني بفصيلة فبالأخير هالفصائل كلها زائلة يعني تحررت سوريا وسقط النظام يعني أنا هذا ضل فاستقم تجمع فاستقم أكيد لا هذا الشيء ماضي هذا كان مرحلة جمعت حالفية نظمت أموري وخط هو تكتيك مرحلي مثل ما كانت تكتيك مرحلي ليش أنا أحكي بجسم وأظل أنغم فيه وتوحد ليش لا أحكي فيه وإذا هذا الشيء ما رح يصير مع أنه هو ضرورة وسهذا ما رح يصير أنا بنتقل لشيء بديل له عملي له أقدر عليه ضمن إمكانيتي أنا بحكي في تنسيق عسكري في معركة ألم هالفصائل هيفية ليش لا أبرك أظل فيه في موضوع صعب يصير وأنا عرفة أنه ما رح ينجع نعم شكرا لك شكرا لكم ضيوف الكرام شكرا لكم على هذا الكلام الطيب وهذه المعلومات الرائعة شكرا لكم إن شاء الله نرى بلدنا في أحسن حال ونرى الفصائل كلها متوحدة متجمعة ضد النظام وهدفها الأول والأخير هو إسقاط النظام إن شاء الله في الختام أعزائي المشاهدين لا يسعوني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة لكم مني ومن فريق العمل أطيب التمنيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة